السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و شاء الله سيكونوا بخير و بقتا من الصحة و العفية اليوم درتكم وصفة هذا الكروكي مع السل يجي بزف بنين كمية تقطع الله يبارك طريقة مبسطة و درتها لكم بطريقة سهلة جدا هذا الكروكي رح يجيكم بطريق مش رح يجيكم يابس و مش رح يجيكم بإذن الله معجن اللي تبع الوصفة نهار اليوم رح تجيها وصفة رائعة بكم نشوفوا مع بعضنا طريقة التحذير و نشوفوا كيف يجينا هذا الكروكي و لا تنسونيش زينات من لايك و الاشتراك و لا تنسونيش من تفاعلكم و تعليقاتكم المحافظة و على بركتي الله رح نبدأ لكم هنا بالوصفة و شرحين نحتاجوا فيها كما راكم تشوفوا عندي هنا ربح حبات بيض و واحدة صفار الخامسة يعني نحيط لها البيض خليت غير الصفار و البيض هذاك من بعده رحين نستعمله عندي هنا ثاني كاس سكر يكون معمر هذا الكاس حاولوا انكم تطلعوها هكذا مليح بالباطير و لا بيضكم بالفوي حتى و نشوفوا هذاك السكر ذا بلكم مع البيض هنا بعد ما حصلت له هذا الخليط راح نزيد نبدأ نضيف للباقي المكونات بنفس الكاس لبنات زيت كيلت هذا الكاس الزيت ثاني يكون معمر يعني الكاس تعمروه مليح هذا الوصفة الكروكي هي جد بسيطة جد سهلة يعني مش مكلفة و مش راح تدلكم مكونات بزيب هنا كما راكم تشوفوا كملت خلط هذا الزيت مع البيض والسكر بعد ما خلطهم هكذا شوية هو من الأحسن انكم تستعملوا باطير رباه تخلط لكم و يجيكم القاطل و يجيكم القاطل و يجيكم القروكي خفيف اللعنة لبناس بها يجيكم خفيف و زيت لوناء الزوج مليح كبار نشا يعني نشا هذا تقدروا تستغنائه عنه وتقدروا ثاني كما انا حبيت يروبه يجيني القروكي خفيف زيت لها مغرفة كبيرة لفاني بودر و زيت لها كيس خميرة كيميائية يعني كيس واحد بركة راح يكفي الكيس هذا راح يسمى يجيكم مغرفة كبيرة خميرة هنيا راح نكمل نخلط هذا النواشف هنيا مع الخليط هذا هنيا سبقى تخلطوا فيهم حتى ينشوفوا كلش هذ المكونات تخلوق في بعضها و بعدها الهنا الخليط اللي راح ينحصلوا عليه البنت راح ينقسموها لزوج يعني الخليط هذا بنتحصلوا على العجينة الكحلة والعجينة البيضة ضقنا لكم العجينة البيضة كيفية والعجينة الكحلة ثانية كيفية هنيا كما راح يشوفوا بعدما قسمت العجينة على الزوج درتها كمية متسابية عندي هنيا هذا المولون الغذائي الابيض كين هذا تصوى كين ينسع العلب هو احسن حاجة تستعملوها انكم اذا لقيتوا تديروا هذك الاسباع في العلب يعني كي تقولوا لي بيعوا الحلويات تقولوا ليعطيكم تالعلب هو احسن حاجة يخرج لكم العجينة بيضة خير من هذا هذا يعني يدلكم العجينة بيضة بصح ما يديرها لكمش بيضة بزيف على هذي حبيت نصحكم بتاع العلب احسن حاجة انا كي جربت هذا تصوى اه تاع العلب يعني كنت مجربته من قبل يخرج خير من هذا تصوى انا مكي ملقيش استعملت هذا اه هنا انا استعملت زوج اكيس من هذك الملول الغذائي الابيض والنص الثاني تاع الخليط درت له هنيا الكاكاو درت له الكاكاو الاسود بيتخرج لكم اللون اللي راكم حابينو انسوما بيتخرج لكم اللون الاسودة العجينة اه هنا كي ما راكم درت مغرفة وربع يعني مش مغرفة معمرة بزيف المهم درت مغرفة وربع من الكاكاو وبديد له هنا نزيد في الفيرينا هنا الفيرينا زيدوها غير بالعقل سيرتو في العجينة الكحلى على خطر فيها الكاكاو وكي ما عربي لكم الكاكاو ثم ثم يقلب لكم العجينة يبسة على هذه العجينة الكحلى لا تبسوها بزيف خليها شوية جارية بس من بعدها راح تزيد كيتنشة سوف تحكم اروحها لابد لكم الكاكاو ثم ثم يبسلكم العجينة في اي حاجة تديرو فيها الكاكاو ديروها شوية جارية بعدها مزيش يبسلكم شوفوا العجينة البيضاء بعد ملميتها و العجينة الكحلى ثاني بعد ملميتها و القوامتها هنا خليتهم يرتاحوا شوية و رحت نحضر الشيربات وش راح نحتاجوا فيها عندي زوج كيسان ما مع كاس سكر هذا الشيربات من بعد راح نشربوا بها هذا الكروكي لبنات على بلكم لي هذا الكروكي جي معسل هنا كما راكم تشوفوا بنفس الكاس كي يلت به الماء هو نفس الكي يلت به السكر و حطيتهم على نار هادئة خليتهم حتى يغليوا و تقولي لي شيربات شوية خاطرة هذا ما كان هنا العجينة بديتنا تطرح فيها تطرحوها اكضر لكيس ستجيكم سهلة و تجيكم ثاني في خدمتها سهلة يعني من بعد كي تحطوا العجينة على بعضها تجيكم سهلة شوفوا هنا و تشوفوا معي البنات كيفية طرحتها يعني السمكة على العجينة هذي قدمه راح يكون حاولوا انكم تطرحوها الشكل مستطيل و تديروا الشكل يكون قد بعضها و تجيكم كيسروا ليوها تجيكم العجينة قد قد و تجيكم ثاني مليحة في الشكل كي ما راكم تشوفوا هنا بعد ما طرحت العجينة البيضة راح نزيد بنفس الطريقة نزيد نطرح العجينة الكحلة و نحاول اني نديرها بنفس السمكة على العجينة البيضة يعني نديرها قد بعضها كي ما راكم تشوفوا البنات هنا بعد ما طرحتها شوفوا هنا حاولت يعني اني نقرب هولكم شو بيبه تشوفوها قدمه جدني و كيفية تجيني العجينة الكحلة هنا يا هذي العجينة الكحلة راح نحطها العجينة البيضة يعني كل شي راح موضح في الفيديو ما حبيتش نخلي لكم حتى حاجة تشوفوني كيفية درتو و جيكم طريقة وضحة و سهلة ثاني هنا حاولت تجيني العجينة كامل قد بعضها يعني ما هيش حاجة اللي راح تفزد و متقدروش تعاودوها ولا متقدروش تختموها كي ما راكم تشوفو هنا بعد ما حطيتها زيت حطيت الكيس هذا من فوق و حاولت اني نطرحها قد بعضها بهم تجيكم شو العجينة خشينا بزيف يعني كي تحطوا العجينة على بعضها زيتوا عودوا تطرحوها شوفوا البناس كيفية درتها كي ما قلت لكم يعني تقدرو تتحكموا فيها كي ما تحبونتوما وتقدرو تعادلوها ثاني كي ما حبيتو هنا بعد ما درت العجينة على بعضها هكذا راح نبدأ ندورها ديرو هنا الكيس هكذا بيساعدكم في الخدمة و جيكم الخدمة سهلة تبدأوا هكذا بيساعدكم في الخدمة تطرحوها لشكل حربوش لهنا هذا الكروكي ما يجيش خشين بزيف يعني يجي مليحة برك اذا حبيتو انتوما لحبة جيكم كبيرة بزيف و جيكم خشينة يعني يتكبروا هذا الحجم العجينة برك ديرو العجينة شوية كبيرة هذا ما كان كي ما راكم تشوفوا انا ندور فيه بهذا الصاشي و شوفوا الشكل كيفية راهو يبان لكم يعني كي تكونوا تدوروا فيه بصاشي راح جيكم الخدمة سهلة و لا تتعبكمش في نفس الوقت هنا بعد ما كملتها نحيط هذو زوائد لي من نومنا بيهجيني الحربوش كي ما بعضها حطيتهم في السنوة هنا انا البنت درتها ربعة يعني هذ العجينة درت لي ربع ربعة من الحربوش هذو هنا ثلاثة درتهم واحدهم في السنوة و واحدة درتها واحدها لهنا بيهد ديكوري وها من فوق و يخرجون لكم الشكل و ماذا سنحتاجون؟ هذو البيض اللي يبقى لي من البيض اللي قلتكم خليته حطيتهم مغرفة كاكاو هذا الكاكاو الأسود خلطوا مليح كما راكم تشوفوا و وراني نطلي فيه في الحربوش هذا الكروكي من فوق حاولوا انكم تطليوا هنا تغطيوها مليح من بعده يديروها بالفرشيطة يخرجون لكم الشكل الشكل العجينة البيضة من تحت هكذا درت الحبز كامل بالنفس الطريقة هكذا غطيتهم كامل بهذا الخليط هنا اللي تقول لي بالك اندير الزيت مع الكاكاو و يخرج لي شوفوا البنات الحاجة اللي نصحكم بها بيغرج لكم الشكل كيما هكذا تدير البيضة مع الكاكاو هو اللي يخرج لك الشكل هذا يخرج لك الشكل مليح و يجي ثاني شكل بين هنا تحكموا فرشيطة و تديروا بها هكذا يعني الخطوط فقط شوفوا ذكر الهنا العجينة البيضة وبين الكحلة وحدها شوفوا الخطوط كيف هي جيوا و تكملوا و تكملوا بنفس الطريقة الحباس كامل تدهنوهم من فوق و تديروهم بالفرشيطة حاولوا لكم الفرشيطة هنك تكونوا و تزيروش عليها بزيف دخلوهم الفورن مدة 10 دقايق على نار 180 درجة و تخليوهم مدة 10 دقايق كما قلت لكم كي تخرجوهم الفور و هما سخونين تحطو لهم هذي الشربيت تكون بردة تحطو لهم الشربيت هنا و لحسابتو ما كيف راكم حابين هم يكونوا مشربين تحبو تكون الكروكي مشرب بزيف ولا شوية برك كي ما راكم شوفو هنا ما حبيتش نكثر له بزيف هذا الشربيت نحطيت له كمية برك بيهي جي مليح و تخليوه حتى نتشرب هذيك السيرو كامل يعني ما تزربوش تقطعوه في تقيقسو بيهي تشربو لكم مليح انا هنا قطعتوه هنا عطلكون كيفية جاء من داخل و كيفية تطعب للبنات يعني اللي هنا أنا مزل سخون عندي هذا الكروكي هنا بعد ما خليتو برد و حكما راحو البنات شوفو كيفية جاء يجي ما شاء الله يجي طريق في فروع البنات شوفو الشكل تساعوا من داخل يعني الالوين كيفية يبينو و نقول لكم شاهزكم في الجنة و الى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة